اشتركوا في القناة وبالغ رسم المديري العامل الأمن الوطني كتعلن أنه تم القضاء لأبو مصعب العقل المدبر لصفوها للبوليس فبعد التحقيقات الماراتونية مع العشرات من مروجي لضم الخديرات المشتبه بهم فآخر الأخبار ومسجدات إخواني أخواتي لكتأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فكهة طلاميس فقد تمكنت من التعرف على هوية الأشخاص اللي ارتاكبوا هذه الجريمة شخصين يسكنوا بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء أما الثاني فهو تم استقطابه من مدينة إفاس فالأخبار تؤكد أن الفرقة الوطنية تمكنت من العطور على المسدس اللي كانت تم إخفائه هذه مدة عشر أيام فحسب مصادر موتوقة تمكنت عناصر الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء وبتنصيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم خطير اليوم الأربع للشباه فيهم في ارتكاب جريمة القتل العمل في إطار مشعور تخويفي وإرهابي واللي كان ضحيتها الشرطي هشام الله يرحمه أثناء مزاولته لمهامه وقد أصفرت العمالية الأمنية إخواني أخواتي لباشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية والمكلفين بالبحث وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيهم الرئيسيين عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وسيد إحرازم بضوى حفاث قبل ما يتم توقيف المشتبه فيهم الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء وكتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلانوا مؤخرا للولاء الأمير المزعوم للتنظيم الخطير وصموا العزم على الانخراط في مشروع ترهيبي محلي بغرض المساس بالنظام العام حيث تقرروا استهداف الشرطة هشام لحظة القيام بمهامه لتأمين المرور في نقطة حي الرحمة بمدينة الدار البيضاء والاستيلاء على المسدس لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية تم تحديد المكان ديلا مسبقا هذا ما جاء في البلاغ ديلا المدير العامة والاتفاق على طريقة اقتحامها وذلك لغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي واكدات الابحاث اخواني اخواتي اكدات الابحاث والتحريات المنجزة الى غاية هاد المرحلة من البحث وفق البلاغ ان المشتبه فيهما الاول والتاني لهما من تكلفة بالتنفيذ المادي لهاد جريمة القتل العمد والتمثيل بجتة شرطة هشام الله يرحمه الضحية بعدما تربصوا له في المكان اللي كان كيشتاغل بمدار الطرقية في حصة عمله الليلي اخواني اخواتي وقام الجونت بتعريض هشام الشرطة الاعتداءات جسدية خطيرة بواسط السلاح الابيض قبل ان يعمد الى صرقة السيارة ديره الخاصة وسلاحه الوظيفي واضرام النار في الجتة كما اوضحت ما صارت للبحث اخواني اخواتي كذلك ان المشتبه فيه مقامة بتنصيق مع المشتبه فيه الثالث وليك يحمل نفس المخططات المتطرفة وذلك التغيير معالم هات الجريمة وطمس الاذلة من خلال ادرام النار عمدا في السيارة دياله الخاصة للشرطة الله يرحمه هشام وقد تم الاحتفاظ بمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عاهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث المكتب المركزي للابحاث القضائية والتابع للمديرية العامة المراقبة التراب الوطني من اجل كشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية لأودت بحياة الشرطة هشام الله يرحمه الضحية اللي مات شهيدا فصراحة الاخواني اخوتي اليوم كان تستحضروا حد الحاجة اللي هي مهمة اللي استجدنا من هات الجريمة البشية ان السلاح الشرطي اللي كان هو الدافع الى هات الجريمة البشية فكل الشكر والتقدير على المجهودات الجبارة الكبيرة اللي بدلتها الفرقة الفرقة الامنية المشاركة في التحقيقات واللي بينات على المستوى المهني العالي في فك لغز وفاة الشرطة هشام والقبض على الدئاب المنفردة وكنتمنوا انه اتاخذ اه في حقهم اجراءات قاسية في حق مولين هاد الفعلة والحكم عليهم مدى الحياة مع الاعمال الشقة فالحقيقة اخواني اخوتي بقى فينا الام دياله وكذلك الزوجة اللي كانت تعيش حالة نفسية صعيبة جراء يعني فقدان يعني الموعين الوحيد بهو الشرطة اللي كان ضحية الواجب الوطني فبعد ما كنا نظنه اخواني اخوتي وبعد الاخبار اللي كانت تروج في الصحف وكان حاول اننا نشرها عبر المواقع التواصل وفي القنوات تبين تبين لنا اخيرا ان هذك الريفي اللي كان محط يعني اللي كان هو المتهم الرئيسي في القضية تبين فيما بعد انه باريء من هاد التهم اللي كان توجهات له يعني الزعيم المخدرات اكيد كذلك الام ديله او الزوجة ديل هاد الريفي اللي ما زال يقبع في السجن وبعد ما اخرجت بعض اخبار اللي كانت تأكد انه اعطى تعليمات ديله داخل السجن باش ينفض يعني هذك الجريمة في حق الشرطة فقط بعد التحريات والابحاد تبين كذلك ان هاد هاد شي كامل ما عنده تشع علاقة بتصفية هشام ولكن في الاخير كانت فاشئوا اخواني اخوتي بهذا البلاغ الرسمي بالمديرية العامة لامن الوطني ولي كانت تأكد ان القضية داخل فيها صراحة الارهاب وهذا شي وهذا شي خطير وخطير للغاية خصوصا اننا امام واحد القضية لخلقة ضج كبيرة على الصعيد الوطني فهنا لازم من اجل تكون واحد ضيقة خصوصا وان الطريقة بصفوها للشرطة هشام الله يرحمه فهي صراحة طريقة مأساوية والطريقة اللي كنشوفها غير في الافلام واليوم كنشهدوها في الموقع التواصل في بلادنا اكيد هذا شي خطير وخطير للغاية فهنا لازم انتباه واليقضة وحتى الامن الوطني احتوما يردوا البال بخصوص هذه العناصر اللي هما نفذوا بطريقة ذكية وحاولوا انهم يلفقوها للبارونات المخدرات على ايين فتحريات المزال وتحقيقات المزال في سيريا تامة ولكن اللي غنحاول انه يستنتج واني اللي لاحظ هو انه هاد الناس اللي تم القبض عليهم ثلاثة يعني اللي حرقوا السيارة على حسب البالاغ البالاغ ديال المديري العام وكننا نسمعو يعني كانوا شافهم واحد شخص شاف يعني اربعة اشخاص اللي قاموا بحرق السيارة وليم كنشوف ثلاثة فهنا كي بدنا التناقض صراحة اخواني اخواتي فلا يعلم الغيب الا الله سبحان وتعالى فكنتمنوا ان هاد البالاغ يكون حقيقي ويما يكون يعني لان هنا كنشوف التناقض في يعني متورطين في هاد القضية ذي المخديرات هنا تم تبس هاد القضية وحاولوا انهم يعني وجهوا التهام لهذا العصابة او لهذا المتطرفين لما اسم ابو المصعب وابو القعقع على ما جاء لسان للمديرية اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته